قدرة المنتخب الأردني على التحول خاصة المناطق القريبة نحن جاء نتكلم عن قوة المنتخب الأردني اللي أكيد يقودها موسى التعمري هذا الرجل طبعا أكيد هم يركزون على اللعب في عمق الملعب يعني ووصول إلى منطقة الجزاء يختصرون المسافات بلمسة ولمستين للأمام حركة يزن أيضا يزن مؤثر بشكل نعامات مؤثر بشكل كبير في منطقة الجزاء لاعب مثابر لاعب مجيد لاعب قادر على خلق فرص الثلاثي طبعا أكيد مع علي علوان أيضا عنده مميزات خاصة هذا اللاعب دائما ما يكون يشكل حلقة وصل بينه وبين أيضا نموسى التعمري لذلك عندما نلاحظ الحالات دائما المباشرة نشاهد بها أحد الأهداف اللي سجلها يزن النعامات أمام منتخب كوريا في أمم آسيا دائما نشاهد هذا اللاعب عندما يكون حالة فردية دائما يتفوق هذا لأنه يملك السرعة في مواجهة المنافس هناك طبعا أكيد الحالة الأخرى المنتخب الأردني عنده مشاكل على مستوى خط الدفاع شوف هاي الحالة اللي أمامك أنت جاي الشاهد المنتخب الكوري الجنوبي هناك زيادة عددية في الثلثة المنخفض للمنتخب الأردني الشاهد ست لاعبين تقريبا أمام خمس لاعبين ولو نمشي الحالة بعد أكثر للأمام راح نشاهد اللاعب الكوري الجنوبي هنا اللي يستطع أيضا بحالة فردية أمام اللاعب أعتقد كان عبدالله نصيب أو شيء من القبيل ما جاء يشوفه بشكل واضح لكن منح فرصة للدخول إلى عمق الجزاء والتسجيل هدف إذن الحالات الفردية هاي حالة واضحة هاي حالة بعد أوضح اللاعب سدد من هاي المنطقة خلق النفس فرصة وسدد وسجل هدف إذن الدفاع الفردي عند المنتخب الأردني في منطقة الجزاء ليس بالجيد جدا والتنظيم الدفاعي في حالات كثيرة خاصة في وسط الملعب يكون ضعيف هاي أحد الحالات الأخرى اللي سجل معدل الكوريا الجنوبية أيضا خلين مشيها الحالة رغم الزيادة العددية لللاعبين المنتخب الأردني خط الظهر راح نشاهد هنا المراقبة الفردية راح نشاهد عشوائية في التنظيم بالنسبة للمنتخب الأردني هنا في هاي المنطقة الشاهد بحدود خمس لاعبين أمام ثلاث لاعبين واستطاع اللاعب الكوري الجنوبي أن يرتقي ويسجل هدف من عدها إذن في هذه المنطقة في منطقة البوكس ومنطقة الجزاء عندهم مشاكل المفروض هكذا نوعيا من اللاعبين دائما يمنعون وصول الكرة إلى منطقة الجزاء يبعدون اللاعب المنافس خارج منطقة الجزاء حتى ما يشكل خطورة اللي ممكن يعني يسجل من عدها أنا أعتقد بأنه المنتخب الأردني عندها نقاط ضعف وعندها نقاط قوة القوة احنا تحدثنا عنها الثلاثي اللي دائما يخترق كرة من العمق ويسجل أهداف باللمسة واللمستين والتحولات السريعة وتخريج الكرة الجيد بالنسبة لهم والتصرف الجيد يعني بدون ارتباك اليوم عنصر الخبرة عندهم متوفر قدرات البدنية متوفرة بشكل جيد جدا عند اللاعبين خاصة نتكلم عن صعود الظاهرين بالنسبة لنتكلم عن إحسان حداد نتكلم عن محمود مرضية في عملية البناء اللي طريقة اللعب مالتهم يلعبون خمسة ثلاثة اثنين تتحول إلى ثلاثة خمسة اثنين الخمسة اللي في وسط الملعب هم هذول اللي يشكلون بصراحة عامل ضغط على أي فريق يلعبون عليه في استرداد الكرة وسرعة التداد تكون دائما قريبة على الفريق المنافس تصور أمام كوريا الجنوبية خطرة والمنتخب الكوري الجنوبي في أمم آسيا أكثر من ست كرات خطرة كانت على منتخب كوريا الجنوبية اليوم بعد ابتعاد موسى التعمري عن التشكيلة خلال الثلاث مباريات السابقة تغير وضع الفريق شكل الفريق تغير لذلك بدأوا يلعبون على أطراف أكثر ما يلعبون في عمق الملعب رغم تفوقهم على منتخب عمان والروح العالية اللي قدموها وإمكانية الجيدة اللي كان الدليل واضح على هو عامل تحفيز بالنسبة لهم وتهيئة لمبارتهم أمام منتخب العراقي لكن يبقى لمنتخب العراقي أيضا لديه عناصر القوة لديه إمكانية لديه أيضا عنصر الخبرة ولديه بصراحة العامل للأرض والجمهور إذن المباراة ربما متكافئة إلى حد كبير من ناحية الأداء والمستوى وطريقة اللعب